نموذج يدرس في القانون الدولي والمؤتمرات والدراسات الحقوقية في الإفلات من العقاب هكذا أصبح حال العراق بعد 2003 غياب للقانون وسيادة لشريعة الغاب انفلات للسلاح وتغول للميليشيات على حساب الدولة إن كان هناك ما يصلح أن يطلق عليه دولة في عراق اليوم تقرير منظمة هيومن رايس ووتش العالمي لسنة 2022 أكد أن الحكومة في بغداد لم تفي بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المتظاهرين والنشطاء والصحفيين ومنتقدي الأحزاب وميليشيات الحجد مشيرة إلى غياب المساءلة عن جملة من الانتهاكات تضمنت الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسرية والقتل خارج نطاق القانون وتقول المنظمة الدولية إن نفوذ الميليشيات في العراق وصل إلى حد محاولة اغتيال رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وهو ما يعكس بوضوح إفلات الميليشيات المسلحة من العقاب بحيث لا تخشى من مهاجمة أعلى السلطات في البلاد التقرير الصادر في 752 صفحة بشأن ممارسات حقوق الإنسان في نحو مئة بلد عرج أيضا على الانتهاكات الجسيمة التي تواصلت بحق متظاهر ثورة تشرين من قبل القوات الحكومية والميليشيات مشيرة إلى أن اللجنة التي شكلها الكاظمي للتحقيق في مقتل المتظاهرين لم تعلن أي نتائج حتى الآن انتهاكات جسيمة ومتواصلة وتجاهل لجرائم تحدث على نطاق واسع لم تعد مقتصرة على اغتيال الناشطين واختطافهم بل تعداه إلى عمليات تهجير ممنهج وإعدامات جماعية كما جرى في قرى المقدادية بمحافظة ديال على يد الميليشيات أو في جبلة بمحافظة بابل على يد القوات الحكومية ليذهب دم العراقي سودان وهو يتساءل عن من يحمل قانون ومن الذي ينتحكه